كنت أكيد يا فارس وطبعاً زي ما تكلمنا فيه فوارق كبيرة جداً بين الدوري ودوري أبطال أفريقيا أو البطولات الخارجية وأعتقد بيت سمسماني الموسم ده هيكرره بس بشكل أفضل من النواحي الدفاعية بشكل أفضل من عدد المقرات اللي هتقدر تحافظ فيها على نظافة شباكك بشكل أفضل حتى فكرة التغيير وفكرة إنك عارف وإنت بتلعب في الدور المصري مش محتاج في كل المقرات أو في معظم المقرات أو التغييرات إن أنت تجيب جول وتحافظ عليه يمكن الاستهلاك البدني اللي تم اللعبين خلال الموسم اللي لعبه بعد العودة من كورونا وتحديداً من 6 أغسطس حتى مباراة المصري 74 مباراة لما تيجي تقارن بالمنافس اللي بطريقه للدوري لو فاز في المباراة من المباراتين هتلاقي لعب 62 أو 63 مباراة ففرق 11 مباراة كبير جداً لكن بيت سمسماني قدر لو أنت بتقيمه بشكل أو بآخر ما تشوفش فقط الدوري لازم تشوف أيضاً بطولاته الراجل اللي قدر يحقق اتنين دوري أبطال أفريقيا اللي قدر يحقق كاس مصر اللي قدر يحقق برونزية كاس العام الأندية وكمان قدر يحقق سوبر أفريقيا مش كده وبس بيت سمسماني في أفريقيا متمرس في فكرة الفوز خارج الملعب أكاد أجزم أن دي أفضل نتيجة لمدير فني جا قاد النادي الأهلي فعدد الفوز في المباراة الخارجية في فترة زمنية قليلة جداً بيت سمسماني قدر يفوز على الترجي في ملعبه الوداد في ملعبه قدر يفوز على كايزر الشيفز في مباراة أو في أرض محايدة لعب 12 مباراة 7 فوز 3 تعادل هزمتين فقط لغير واحدة من سيمبا التنزاني واحدة من بيرن وسجل 16 هدف واستقبل 6 الأرقام دي تشعرك لو الأرقام وانت بتلعب قدام أبطال هي أرقام فريق بيلعب على أرضه مش بيلعب خارج أرضه فدي أرقام لازم تسجل لبيت سمسماني عارفين إن فيه سلبيات ده بالتأكيد وإحنا عايزين نوصل هي ليه سلبيات لازم نسأل السؤال هل المدير الفني فعلاً ممكن يكون غير موفق في مباراة و2 و3 فرس ها وارد وكمان إحنا لازم نحط يدينا على المشكلة بجد زي ما احنا اتكلمنا أسامة في أسباب موضوعية احنا هنا يا جماعة ما بنقش فكرة إن الدنيا كلها سالسة وإن الدنيا كلها ما فيعاش مشكلة لأ مسماني عنده تجربة لازم أنت كمشجع تكون عندك العين النقضة صح غضبك ما يسوقكش في فكرة إن يلا نهد ونبدأ الجيم الأول وفي نفس الوقت ما تبتكرش إن كل حاجة مثالية لأنه عمرك ما هتطور من نفسك مسماني نفسه لما رد على أحد المشجعين رد رد عبقاري جداً إن أنا شاكر إن أنت اديتني فرصة تانية أو إن أنت بتصق فيها إن أنا عندي قدرة إن أنا أعمل أفضل وده مهم إن أنا عندي قدرة إن أنا أعمل أفضل يبقى اللي أنا عملته ده هو مش أفضل حاجة عندي خلينا بقى أقول حاجة بخصوص موسم الدوري اللي لأننا يعني متأخرين عن المتصدر كتير أو بعض من جماهير النادل آلي شايفين إن إحنا قدمنا موسم سيء على مستوى الدوري تعالوا نتكلم بهدوء أنا كنت بسأل فارس بقول له هل المدير الفني ممكن في موسم أو في مسابقة يقدم مباراة أو اتنين أو تلاتة يصحبوا فيهم عدم توفيق؟ أورد جدا وبشوف ده طبيعي جدا وهديكم مثال بسيط جدا مع نفس المدير الفني مع نفس اللاعبين دوري أبطال أفريقيا كلنا شفنا مباراة الأهل وفيتا كلاب في القاهرة تقريبا 25 محاولة على المرمى كان فيها رعونة جديدة جدا وخرجنا بمباراة غير موفقة وتعدلنا اتنين اتنين وكان مستقبلنا في البطولة في مشكلة خاصة أنت ده غلبت كمان في مباراة سيئة فنيا لما لعبت بتلات ارتكاز أمام سينبا تنزاني برا ملعبك 1-0 فأصبح عندك أيضا مشكلة فنية ومشكلة كمان في النتائج ولما رحت تلعب مع المريخ السوداني تقريبا كلنا شفنا الشرط الأول مش نسخة النادي الأهلي ولا أقل نسخة للنادي الأهلي آخر خمس سين وكنا ممكن نتعرض لهزيمة بسلسية لولا رقلة الجزاء اللي خرجت برا المرمى من لعب المريخ السوداني فقدمنا تلات مباريات كل شيء كان سائق فيها فنيا توفيق من اللاعبين مش موجود كمان رعونا الجهاز الفني وتغييراته لدرجة أننا لعبنا ماتش سينبا في بعض التغييرات بربعة ميت فيلدر في حاجة ما شفتهاش قبل كده فبالتالي كان في حالة عدم توفيق للموديل الفني واللعبين وصاحبة كمان نتائج سيئة لكن عملنا إيه في النهاية؟ قدرنا نحق البطولة ليه قدرنا نحق البطولة؟ لأن توفر مزيد من العدالة ومزيد من تكافؤ الفرص فقدرت أن أنت تلم نفسك بسرعة وإنت فريق بطل فقدرت تتحقق البطولة في وجود فار وعدالة تحكمية شفناها بشكل واضح جدا كم مباراة أنت بقى ملعبتش فيهم كويس؟ ثلاث مباراة من أصل كم مباراة؟ من أصل 13 مباراة في دورة أبطال أفريقية يعني تقريبا 25% من مباراتك في البطولة أنت كنت جير موفق لما أجي أقول أننا في بيرامدز والبنك الأهلي والجونة والمباراة اللي كلنا عارفنا برغب أننا قدنا في مباراة سموحة أفضل من أفضل الأداة اللي قدمناها في الدورة كل حلفنا فيه أو صادفنا عدم توفيق واللعيبة كانت فيه رعونا وكان فيه استهتار وده كله موجود في كرة القدم في النهاية أربع مباريات من 32 مباراة لعبتهم هل ده طبيعي أنك تحمل اللاعبين والجهاز الفني في وجودان الموسم بر الصورة الكاملة اللي احنا نتكلم فيها المرسون بتاع الدوري اتحسن في المباراة الأخيرة أنت عارف الأهلي لعب كم مباراة بعد انتهاء لقاف الدوري 15-6 حتى 20-8 أو 21-8 الشهرين دولت النادي الأهلي لعب 16 مباراة 16 مباراة ما بين دوري أبطال أفريقيا والدوري المحلي المنافس لعب كم مباراة من 15-6 لـ 28-8 مباريات أنت بتلعب بمعدل 8 مباراة في الشهر هو بيلعب بمعدل 4 مباراة في الشهر وبنتكلم عن تكافؤ فرص ونقول لي مباراة الجونة واسموحة يتأجل من الخميس للسابت عشان يبقى فيه تكافؤ فرص أي تكافؤ فرص اللي بنتكلم عليه أي تكافؤ فرص 16 مباراة في شهرين أنا بقى بدأ طقع إمتى وافقد الصدراء بتاعتي في المباراة رقم 13 مده بديهي مباراة الإسماعيلي كانت في المباراة رقم 13 في الوقت اللي كان المنافس لعب 4 مباراة لسه من 15-6 فلما نيجي نشوف الصورة ياريت نشوف الصورة كاملة